موسيقى بدأ الرئيس التونسي الباجري قيد السبسي زيارة إلى دولة الكويت يتبعها بزيارة إلى مملكة البحرين وبحسب المستشار الإعلامي للرئيس فإن الزيارتين تهدفان إلى توطيد العلاقات مع دول الخليج عموما وهو ما يعكس أولويات تونس المتمثلة في الأمن والاقتصاد وما يرتبط بهما في مجالات التشغيل والتنمية وكان السبسي قام بزيارة وصفت بالناجحة إلى المملكة العربية السعودية في 22 من ديسمبر الماضي معنا من الكويت الكاتب والبحث السياسي عايد المناع سيد عايد أهلا وسهلا بك على سكاينيوز العربية توجه تونس إلى الخليج في أي إطار يمكن وضعه هل الأمر متعلق بالشأن الاقتصادي لأن تونس تمر بمرحلة عصيبة أم لهذا التوجه أبعاد أخرى برأيك أنا أعتقد أنه يجمع بين هذا وذاك وغالبا الحقيقة الجانب الاقتصادي كما تعلم تونس بالفعل على الأقل منذ 2011 وهي تواجه حالة عدم استقرار سياسي ويمكن الأحداث الأخيرة تكشف أنه حتى ضمن تنظيم الحزب نداء تونس الأوضاع غير إيجابية لذلك تونس الحقيقة كان للكويت على وجه الخصوص علاقات متقدمة منها حتى قبل الاستقلال في ستينيات القرن الماضي وكل البلدين استقل في فترة متقاربة والكويت الحقيقة بدأت الاستثمار في تونس منذ ستينيات القرن الماضي أنشأت بنك التونسي الكويتي في فنادق في جانب الحقيقة من الاستثمار إنما طبعا هناك أيضا دول عربية أخرى الخليج تونس تراهن عليه كان لدينا حتى فنيين وعمالة تونسية وإن كان العدد غليل إجمالا الحقيقة تونس اليوم تعاني من بطالة مرتفعة وتعاني من عدم استقرار سياسي وعدم الاستقرار السياسي حقيقة يؤثر على الجانب الاستثماري التبادل التجاري ما بين دول الخليج إجمالا وما بين تونس في حدود الأقل من خمسة مليار دولار والاستثمار أسف والتبادل التجاري في حدود الخمسمائة مليون دولار وهي حقيقة نسبة قليلة في إطار هذا التبادل سيد عيد في إطار هذا التبادل يبدو أن تونس في السابق كانت تتبادل أكثر مع الدول الأوروبية بما نسبته ثمانين بالمئة يوجد هناك عدد قليل من الاستثمارات ربما الخليجية في تونس وما إلى ذلك كيف تنظر الكويت إلى هذا التغير في السياسة التونسية الكويت الحقيقة دائما ترى حب أن يكون دائما هناك مجالات للاستثمار وتبادل للعلاقات وخاصة الحقيقة على مستوى الشخصي الرئيس السبسي وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد يعني فترة كان زميلان في وزارات الخارجية في البلدين لكن أنا أذكر أيضا مثل ما تفضلت هناك حوالي ثلاثة آلاف شركة ومؤسسة أجنبية منها فقط سبعين شركة ومؤسسة عربية وهذا طبعا أكيد يعني يميل للجانب الآخر إنما تعرف أن معظم السياحة إلى تونس أوروبية لكن هذه السياحة أيضا انضربت نتيجة الأحداث التي حدثت في تونس ما أدى إلى رحيل السياح وعدم امتناع القادمين اليوم الرئيس السبسي يحاول أن يسوق لتونس في دول مجلس التعاون لعل وعسى أن يكون هناك إقبال عليها لكن للأسف الشديد قد يكون الوقت غير مناسب يعني جاء الرئيس السبسي في الوقت الذي فيه أسعار النفط منخفضة وفيه هناك توجهات الحقيقة للضغط على ميزانيات الدول في الداخل وربما حتى يتأثر المواطن وربما حتى المستثمر لذلك يعني الوقت يمكن ليس مناسب خليجيا تونس مضطرة لذلك الحقيقة لعل وعسى أن تجد يعني من يستثمر أكيد هناك استثمارات وهناك ترحيب زارة خرفة التجارة التونسية الكويت واعتقد أنها زارت دول خليجية أخرى ووجدت ترحيب واستعداد للذهاب إلى ذلك تونس أيضا الحقيقة فيها ميزة طيب أنه ممكن أن المستثمر الحقيقة يحصل على يعني 100% من حقوق الاستثمارية يعني و30% ضريبة على يعني الجانب التجاري طيب سيد عيد هنا في هذه النقطة في نقطة المستثمرين كيف ينظر المستثمر الكويتي تحديدا إلى مناخ الاستثمار في تونس خصوصا أن تونس مرت بظروف أمنية وأحداث إرهابية في الفترة الماضية أصارحك في الوقت الراهن قد لا يكون الحقيقة نظرة جيدة لأن الأوضاع يعني الرأس المال يريد بيئة يعني حاضنة جيدة في تونس الآن هذا الحقيقة في شكوك تعرف أنه في متطرفين وفي يعني تظاهرات واحتجاجات وإلى الآن هذه موجودة ما لم تستقر الأوضاع بشكل جيد سيكون هناك حذر قد يكون هناك مبادرات ولكنها لن تكون بالحجم الذي ممكن أن يشغل عمالة تونسية تخفف من الاحتقان الاجتماعي السائد وخاصة الحقيقة أن البطالة في تونس مرتفعة نقول بالمستقبل لعله وعسى أن هذه الأوضاع يتم التغلب عليها وبالتالي ممكن أن يكون هناك مجالات تونس فيها مجالات بالزراعة فيها مجالات باليد العاملة مجالات سياحية الحقيقة جيدة ولذلك يعني وهي أيضا ليست بعيدة عن المنطقة وحتى يعني في الدقيقة المتبقية سيد عيد سيد عيد في الدقيقة المتبقية يبدو أن هناك اتفاقية في مجال الدفاع والأمن بين الكويت وتونس كيف يمكن للبلدين أن يستفيدا من خبراتهما في هذا المجال يعني أنا أعتقد أيضا هذه الجوانب مكملة للجانب الاستثماري يعني بالتأكيد تونس دولة عربية ويعني أيضا نستفيد منها وقد تستفيد منها يعني هذه الجوانب قد تكون هي الجزء اللاحق تونس أيضا عضو في الجامعة العربية وبالتالي ممكن أن تشارك ربما كان في عهد بن علي موقفها سلبي نسبيا من احتلال العراق للكويت لكن قد يكون ذلك تعدل حتى في عهد بن علي لذلك نحن نأمل أن يكون هناك تعاون أنا أعتقد أن الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والسياحي والثقافي هو البوابة الرئيسية لحقيقة تطبيع علاقات جيدة وتعزيزها وخاصة أن الكويت وتونس علاقاتهما قديمة ويعني مثمرة في السابق أشكرك سيد عائد المناع الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الكويت شكرا جزيلا لك